تختتم اليوم فعليات النسخة الأولى من منتدى مصر للإعلام والذي أقيمت فعلياته على مدار يومين بالقاهرة بمشاركة العديد من الأهلميين والمتخصصين بصناعة الإعلام في مصر والعالم تحت شعار الجمهورية الجديدة جائحة التغيير أقيمت فعليات النسخة الأولى من منتدى مصر للإعلام على مدى يومين بالقاهرة حيث كان ملتقى لأكثر من 1200 صحفي وإعلامي ودارس من مختلف دول العالم وبمشاركة أكثر من 150 خبيرا ومدربا عبر عدة فعاليات وجلسات مختلفة لما تجيب الصحفين والإعلام المحلي والعربي والأجنبي ويتحورون معا في قضايا المهنة وقضايا مش بس مهنة محلية لا هنا المهنة على المستوى المصري الإقليمي الدولي ده تطور مهم جدا ونقاش مهم خصوصا أن الإعلام في العالم كله يواجه مرحل مش يقول مشكلة فيه تحديات كتيرة بيواجهها الإعلام تتمثل فيه كيفية التوائم والانتقال من الإعلام التقليدي جدا إلى الإعلام الفيديوية إذا جاز التعبير مش بس الإعلام الإلكتروني المصطلح بيقديم جدا جدا والناس بدأت تهجر الإعلام الإلكتروني بشكله التقليدي إلى الإعلام الجديد خالص الإعلام المعتمد على السوشيال ميديا تضمنت أجندة المنتدى العديد من الموضوعات حيث ناقش على مدار جلسات أبرز التغييرات التي طرأت على الجمهور بمختلف دول العالم من حيث استخدامات وتفضيلات وتفاعل مع رسال الإعلامية المتنوعة بالإضافة لبحث كل ما هو جديد في مجال صناعة الإعلام والتأثير والتحديات الإعلامية خلال السنوات الأخيرة هذه خطوة منتظرة من لا أقول سنين يمكن عقود فكرة الالتحام العربي في الإعلام ونحن نعرف حجم التحديات التي يتعرض والنقلات الرهيبة التي تكاد تكون كل 24 ساعة التي تضرب عالم الإعلام فمن الورق إلى الإلكتروني إلى كل هذه التحديات لا نبلغ إذا قلنا أنها التلهث ففكرة المواكبة هذه التحديات منتدى مصر للإعلام هو منتدى سنوي يعقد بالقاهرة ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامية يهدف إلى التواصل مع جميع الخبرات المهنية والتجارب الجدة لتقديم خارطة جديدة لإعلام المستقبل عبر دعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام والسياسات وبناء القدرات والكوادر لخلق جيل جديد من الإعلاميين ذو الكفاءة المدعمين بقيم ومبادئ المهنة أحمد الحسيني التلفزيون المصري